شاشة و كاميرا بحجم 9 بوصل لأنه هاي سيارة موديل 2010 ما بها كاميرا خلنا شوفكم شون نستخدمها هذا وطريقة صحيحة خلنا شوفكم على مواصفات الشاشة وشقد تكلفة الشدمالتها يا أهلا وسهلا يا رب تكونون دائما بخير وصحة وعافية هذا الفيديو رح نسوي تعديلات على سيارة الهونداي الألنترا المقدسة وأول شغلة اشتريتها شاشة و كاميرا بحجم 9 بوصل لأنه هاي سيارة موديل 2010 ما بها كاميرا وأنا ضروري السيارة ماتي لازم يكون بها كاميرا وأندرويد ومقاطع فيديو أنبي فور فخلي اليوم مروح نشدها بس قبل أريد أفتحها للشاشة أتأكد منها قبل ما أروح للكهربائي أشد ليها هاي الشاشة أو التابلت هذا كبيرة كلش كبيرة حلوة مبين عليها هاي تجهية والكفر مالتها يعني من بحثت عليها أنه ترهم على هاي السيارة ما نضيع وقت خليه نروح للمصلح يشد لنا وهسا أجيت على محل ليث صديقنا هوهم كهربائي أذكر أنا بسنة 2015 شديت شاشة للأفيلون ماتي القديمة نانا بهذا المكان همين الشاشة وكاميرا وضبط ليها بوقتها يعني وكانت جدا ممتازة تسليك مالتها والكاميرا فخلي ننزل ونشوف إذا يقدر يسونيها اليوم للأسف المصلح يعني موجود هو صديقنا ليث موجود بس المشكلة يعني يقول تشنت مريض وعندي هواية سيارات فما رح أقدر أكمل لك إياها إلا على يوم السبت واليوم هو يوم الخميس يعني بعد ثلاثة أيام فماكو حال غير أنه وأنتظر بس شاف النوعية وشاف الغراض قال أوكي مية بالمية كل شي ممتاز القطع يعني قوشاداني منها هاي السيارة قطع مالتها كاملة تعني أخذت الفريوي وشوفوا شلون قافل قفلة من هاي الزينة أكيد أكو حادث أو ليسون تصليح بشارع هي المسافة المفروض خمس دقائق صارت نص ساعة شوف هذا السواء هذا ميسر واحد يعني يطلع من هنا جيت هسا الولمارت لأنه عندي كم شغلة لازم أشترين مننا من ضمن هن همينا أشياء للسيارة والمارت الأملاق الأمريكي من أكبر الشركات والمتاجر اللي موجودة بأمريكا ليش لأنه موجود بكل مكان يعني كل مدينة بيها أقل شي خمس أو ست ستورات يعني أنا المدينة اللي قاعد بيها بس داير ميدوري ثلاث متاجر موجودة فأقسام كل يتهي يعني مثلا هسا هذا قسم هاردوير الأدد اليدوية هاي كل يتهي نحن نشوفون أدد يدوية أنا جيت على السي فوم هذا شباب جدا ضروري يعني هذا منظف مع المحرك هذا هنا أنا بأمريكا جدا مشهور و للقاز و للديزل يعني القازولين الديزل يعني سيارات التراك وأكو هذا هسا شفت نوعية جابينة جديدة هذا أغلى يصير مثل هذا مع التراك و مع السيو في سيارات العالية يعني السيارات التشبيرة بس أنا راح أخذ هذا للهوندا الألنترا وهسا وصلت للبنزين خانة بعد تقريبا 35 دقيقة أخذ مني وهو المفروض ثلاث دقائق خلا شوفكم شو نستخدمه هذا و الطريقة الصحيحة بعد ما فتحته آجة حتى لو السيارة بها ربع نوستانكي بنزين ماكو مشكلة فنجن ديره بهاي الطريقة خلي يفرغ كليته وبعدين نجيب مع البنزين خليها هنانا و نختار تختارون البنزين اللي تردون أنا خلي 87 وبعدين نفول السيارة فول نخليها هاي طريقتها بس سهلة جدا يعني أكو شغلة اشتريتها من البارحة والمفروض البارحة نزلها مباشرة بس نسيتها والذي هو هذا السماد مال الزرع مال الحديقة لأنه الفترة اللي فاتت جاء اعتني بالحديقة خلنا شوفكم شو نستخدمها همينة هاي الشجرة مال برتقال السنة اللي فاتت خليت لها سماد و كانت بها هواية برتقال حتى تذكر يعني نزل بالقاع فهذا السماد يعني لازم نذبل هي هذا اكل بعدين نفتح قليل المي الليمونة همينة شوفها الليمونة شكبرها صايرة الليمون بها وبعدها يعني خلق احمالتها و هسه اجي وقت الغداء افخاض دجاج على الفحم ابوي قلمها و قال على مود تصعد اللي فوق لان شانت كل شنازة شوفوا الى وين وصلت الشجرة مال برتقال يعني تخيلوا بها برتقال وهذا القداح طالع و كريحة كلش طيبة خلنا شنعلنا خلنا شنعلنا واحدة شلحة الله شوف الرمانة نزراحة نريدها مكان قريب على ما نقدر نزقيها لا مو بنصر الحديقة هنا كيساكو رمانة ذيتشة بس ميتة اي كنت انتظر تغييب شوي الشمس حتى اسوي هذا الثيل هنا كليتها هذا القصة لانه شوفوا المنطقة الهنانة شون صايرة فهذا لازم كليتها يتعدل بهاي الماكينة اللي تشتغل على الباتري و هسه شوفوا الفرق اللي صار قصيتها كليتها و هنعدي الماكينة لتعدل الحواف شوفنا هنا شون عدلته بعد يراد لفد لمسات يعني خفيفة بس انا ما ردي يعني بنفس اليوم اكملها كليتها لانه الباتري مال الماكينة وقف ما بيشحن فلازم يعني اروح اشحنه بس يعني كملت هذا كليتها حتى ذاك اللي هناك همين قصيتها فهذا هسه طريقة صحيحة بقى هذا خلا شوف الكم وياه هذا مو مهم بس اهم شي انا كملت هيا كانت غابة هنانة كل الشي انا كان عالي هذا فهه جيد جاوب فورتودي بعد هذا الجوارين ما عرفوا شوقت راح يقص همينة هنانة وشوفوا المنظر مع الغروب والشمس وزقزقة العصافير الله شوف المنظر لاكي حلو هدوء وياه صباح الخير اليوم ثبت حاليا الساعة بثمانية ونصف الصبح الغروب قريتها بالسيارة والشاشة خلينا نروح نوديها للموعد حتى يسوينا اياها وصلنا للمصلح هذا هنا هنا ودبناها للسيارة قال يحاول اليوم يكملها لانه حاليا الساعة بثمانية ونصف وهذا لازم اروح ارجع للبيت خلينا ناخذ اوبر اي سايق اوبر ورح اطلب اوبر سبع دولارات وخمسين سنت يعني سبع دولارات ونصف اوبر البيتي وبيتي كل شي قريب يعني دقيقتين حتى بذا اطلع الشارع بهذا كليتا قبل رح اوصل حتى ننتظر ريد تيوتا كامري تيوتا كامري لونها احمر بالجهاز كل شي بين هو وين بالضبط وشم نوع سيارته واسمه وكم رحلة مسوي كل هذه المعلومات موجودة هنا هذه السيارة القدامي الكاميرا الحمرة لازم هو يرجع يفتر من هنا ويجي اتصل علي المصلح اليوم الصبح قال لي جعفر الشاشة لا تشتغل لانه اكو قطعتين نقص هذين القطعتين اللي تشوفوهن قدامكم فلازم نسوي لهم اردر المشكلة هاي القطعة تتأخر تتأخر تقريبا ارواة ايام فهما انا رحيت باوبر جبت السيارة واجيت هيات السيارة بس عدي كم شغلة قلت اليوم احد وقاعد ما عندي اشي خلي اكملها اللي هي هينيكلات مع البوب يعني كلش حلوه رح تقعد واشتريت بعض اشياء اليوم نشدها السوية خلي اول مرة نشدها هذاني مع البوب شوفكم شكلها حاليا هذا شكل العادي بس نجي نشدها هذاني هذا الفيديو صورته بعد ثمانة ايام من تصوير الفيديو من البداية لانه سافرت الميشيغن وثاني يوم وديت السيارة للمصلح وهسه كملت السيارة شديني الشاشة شغالة مية بالمية خليشوفكم على مواصفات الشاشة واشقد تكلفة الشدمالتها مثل ما ادشوفون بهذا الشكل صار كأنه تابلت حلو شكله وهسه يشتغل الساعة بعدني ما ضابطها حاليا الساعة بالخمسة ونص وهنا لدينا قائمة اللي هي الاب البرامج اللي موجودة كأنه تابلت اندرويد فشوفون هنا انا بيوتيوب يعني اقدر اكنك علي واي فاي واشغل يوتيوب عادي ماكو مشكلة بلوتوث واوارس وليعجبني اكثر شي بهاي الشاشات هو مخرج يو اس بي هذا اليو اس بي طبعا نبخلي بأغنية واحدة كتجربة اغنية كلش احبها حتى نشغلها على الشاشة هاي الشغلة كلش حلوة وتعجبني اللي هي ابل كار بلاي يعني ادنا هسا هذا التليفون مالتي نفسه كل البرامج اللي مخزنهم موجودات هنا على سبيل المثال اوبر درايفر برنامج الاوبر اللي داما اشتغل علي هذا كلش يفيدني انه البرنامج التحكم مات قبول الطلبات والغاء الطلبات وكل شي اتحكم بالبرنامج من خلال هاي الشاشة هذا الشي كلش حلو نانا نروح على الفايل منجر بعدين يطلع لنا الميموري مال الجهاز اللي هو 12 جيجابايت وهذا الفلاش ميموري اللي هسا خليته فنرجع من هنا انا نروح بعدين نروح على هاي الاغنية اللي انا محملها اللي هي اه مال ريحانة اشتغلت والشغلة الاخيرة اللي هي الكاميرا جدا ضرورية باي سيارة انا ما اقدر اركب سيارة اذا ما بيها كاميرا لانه السيارة اني استخدمها بشغلي يعني تفيدني بشغل فاللي هنا انا وصل الى نهاية الفيديو طبعا رح اخيلكم رابط مع الشاشة والانوان مع المصلح اللي شديتها يمه اخذ مني 85 دولار يعني معناتها المبلغ جدا ممتاز يعني اشوفها بالنسبة لي اشغل تقيبا اربع ساعات اشتغل بيه والتسليك وكابلات وصلنا الى نهاية الفيديو لا تنسوا ان تخلون لايك واللي ما مشترك ما بقش على 350 الف ومبروك علينا وعليكم مع السلامة